سهل فل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة نرمين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على اعجابكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ كل سنة وانتوا طيبين دخلين بقى على المدارس فهنهاردة هنعمل بقى حاجات للمدارس بتيه بقى وحاجات حلوة كل يوم ان شاء الله هعملكم وصفة جديدة تعملوها للولاد عشان ما يزهقوش من الصندرشات النهاردة بقى العجينة الزهبية بتاعة البتيه سر بقى بتيه الافران وازاي بتيه الافران ده يبقى مورق وازاي يبقى حلوة معاكي وازاي يبقى طبقات وازاي الحشوة من جهوة تبقى سيحة وحلوة وجميلة وازاي العجينة تبقى زهبية بمعلقة واحدة بس بنضيفها على البتيه او على المعجنات بتاعتنا كلها بتطلحها معانا هشة ومورقة وزي ما انتو شايفين كده الحاجة بتتكلم عن نفسها قد ايه جميلة وحلوة جدا ايه كمان اللي بيعملوه في الافران اول ما بيطلع البتيه علشان يفضل معانا طاري مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة عشر ايام كاملين يفضل مورق وطاري زي الكروسون بالزبط زي ما انتو شايفين حاجة كده بتتكلم عن نفسها جميلة جدا جدا هشة ولزيزة بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت دوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمة الكل بتنسوش بقى لايك وشير ويلا نشوفها نعمل ايه عندي نص كباية من اللبن عليها نص كباية من المية عليها باكو كامل من الخميرة الفورية طبعا بضيف نص الباكو في الاول ونص الباكو بعد كده وبعد كده برضه بضيف معلقة من السكر الخشن دي بقى اول حاجة هنعمل بيها او العجينة الاولية بسيبها بقى تخمر لمدة عشر دقايق وبعد كده هلاحظ ان يتكون قرس كده من فوق بتاع الخميرة هبتدي ان انا ايه اقلبه كده او اخلط الخميرة كلها مع بعضها ونبتدي بقى نكمل العجينة بتاعتنا هجيب كباية من المية الدافية وطبعا كل العجن بتاعنا بيبقى بحاجات دافية لتنجح معايا الوصفة بتاعتي معلقة كبيرة جدا من الزيت يعني معلقة كده كبيرة بتاعت شربة من الزيت وهضيف عليها معلقة من الخلق خلي بالكم الحاجات اللي انا بقولها لكم دي هي اللي بتنجح معايا العجينة بتديني عجينة مرتفعة وهشة ومورقة بعد كده بقى بضيف باق وباكة الخميرة الفورية وبعد كده بضيف الدقيق الدقيق بتاعي لازم يكون دقيق مخبوزات درجة اولى علشان ينجح معايا المخبوزات لان الافران لما بتشتغل بتشتغل بدقيق مخبوزات درجة اولى عشان كده المخبوزات بتاعتهم بتطلع حشة ومورقة او جميلة وفتحة بعد كده بضيف رشة من الملح زي ما انتو شايفين نيجي دلوقتي نقلب المكونات بتاعتنا ونكمل عجن بالدقيق طريبا العجينة بتاعتنا لو احنا مستخدمين فيها سوائل بنسبة مثلا كبيتين مية بتاخد حوالي اربع كبيات من الدقيق لان العجينة احنا عايزينها زي ما انتو شايفين كده ما تكونش طرية لا تكون متمسكا نجيب بقى الزبدة بتاعتنا ودي الحاجة الحلوة اللي بتطلع معايا معجنات هيلة وبتدي اللون الاصفر بعد التخمير يعني بعد التخمير بتلاقوا اللون العجينة بقى اصفر معانا وبقى شكله جميل جدا والعجن فيه ممتاز ليه بقى؟ علشان الزبدة دي لما بتسيح بتدي طعم جميل جدا طب ليه ما ضفناش الزبدة في اول العجين وليه ضفناها في الاخر؟ لان لو ضفناها في الاول ما كانش هتخلينا نتمكن من ان احنا نعجن العجينة ونطلع منها حاجة حلوة لكن لما بنضيف الزبدة في الاخر دي اللي بتدي التوريقة واللمعة واللون الجميل بتاع البتيه تقدروا كمان تضيفوا في مية العجن بتاع البتيه نقطة صغيرة من اللون الاصفر لو انتوا حابين العجينة تبقى صفرة قوي زي بتاعت المخابس بس انا بكتفي بس بلون الزبدة بتطلع معايا تحفة وجميلة جدا بنسيب العجينة تتخمر لمدة نص ساعة في جو الحرارة او لو في الشتاء بنسيبها لمدة ساعة كاملة في جو المطبخ بنلاقي بقى العجينة اختمرت جدا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه وتعالوا نعرف بقى سر توريقة البتيه وازاي نخلي البتيه بتاعنا مورق بجيب العجينة زي انتوا شايفين بصبها كلها جوا الكوونتر او على الكوونتر مع رش دي وببتدي اعمل حاجة لازم نعملها ان انا اعجن العجينة مرة تانية ودي حاجة مهمة جدا ليه بقى انا بخرج منها الهواء طب ليه بتخرج منها الهواء بخرج منها الهواء عشان لسه هدخلها مرة تانية او هعملها عملية تخمير تاني علشان العجينة تبقى معايا هشة وخفيفة جدا اما بالنسبة لسر التوريقة هقولولكم دلوقتي بنقسم العجينة زي ما انتوا شايفين ليه كور تقريبا كده في حجم البيتزا لما نيجي نعمل بيتزات طبعا الاربع كوبات دي تقريبا بيعملوا معاكم في حدود عشرين قطعة من البتيه يعني حاجة موفرة جدا احنا لما نشتري قطعة البتيه بنشتريها بسعر غالي عشرين قطعة دول بيعملوا مبلغ محترم يعني احنا ممكن نعملها في البيت ما تكلفناش يعني ما تكلفناش عشرين جنيه او خمستاشر جنيه بالكتير ويبقى عندنا عشرين قطعة من البتيه تقدروا تعملوهم وتقدروا تعملوا اكتر من كده كمية اكبر من كده كمان وتسيبوها في التلاجة وهقول لكم ازاي ترجع كأنها لسه دلوقتي حالا مطلعينها من الفرن ولا التوريقة تروح منها ولا تبقى تقيلة ولا اي حاجة كأنها لسه مخبوزة حالا بجيب العجينة بتاعتي ودهنها زبدة تاني من برة ومن جوة وابدأ ان انا افردها بالشكل ده ابدأ ان انا ادهن زبدة قبل ما افرد وابدأ ان انا افرد زبدة بعد ما ادهن ورشة دي كده زي ما انتو شايفين وابتدي ان انا الف العجينة بالشكل اللي انتو شايفين وكده بطبقها اربع مرات وكل مرة قدل فيها زبدة طب لو احنا عاملين الوصفة دي سيامي او نباتي نعمل ايه ندهن زيت ما فيش مشكلة يعني مش هيفرق بس هو الزبدة بصراحة في البتيه ما لها الحال شايفين انا مكترة في الزبدة يعني عشان اقدل الوصفة حقها بسيبها ترتاح لمدة عشر دقايق وابتدي ان انا افرد تاني افردها مرة تاني بالزبط زي ما انتو شايفين كده بالزبط وابتدي بطو ادهن زبدة تاني طب اصيبها ترتاح فين لو احنا في جو الصيف اصيبها جوة تلاجة لو احنا في جو الشتاء اصيبها في المطبخ عادي اصيبها لحد ما الزبدة كده احس ان هي اتجمدت ومسكت في العجينة وعملت فاصل او عملت توريئة كده وابتدي بقى افردها مرة تاني وابتدي ان انا افردها مرة تاني وادهن بقى الزبدة بتحتي بس قبل ما ادهن الزبدة اجيب بقى السكينة بتحتي وابتدي ان انا اقطع البتيه بالشكل اللي انتو شايفين واجيب بقى الحشوة بتحتي البتي بيتحشي جبنة بيضاء جبنة فتة جبنة صفرة جبنة موزاريلا جبنة بزعتر جبنة بتوابل ده كله في الجبن طب ممكن نحشي حاجات حلوة اه ممكن نحشي مربة ممكن نحشي نوتلا ممكن نحشي شوكولاتة ممكن نحشي حاجات حلوة كتير عامة البتي ده من المعجنات اللي بتقبل تقريبا كل الحشوات بس بما اننا دخلين عالمدارس تبقى هنحشي حاجات تستحمل معانا وتقعد معانا فترة زي الجبن زي النوتلا زي شوكولاتة الحاجات دي ممكن تحشو كيري جبنة كيري ممكن المسلسات اي حاجة عندكم وبعد كده تجيبوا الطاصة او الصاج اللي انتو هتساووه فيه وتدهنوا رشة زيت خفيفة وتبتدوا ان انتو بقى تدهنوا البتي من فوق بصفار بيضة مضروب عليه رشة نسكافي خفيفة نسكافي بلاك او لو ما عندكمش نسكافي ممكن رشة خفيفة او قرفة عشان تدي لون نرشه بقى من فوق بحبة البركة والسمسم وندخلوا على الفرن يكون مسخنين وقابليها بعشرة دقايق وندخلوا على الرفل في النص واول ما يستوي معانا من تحت نبدأ ان احنا نفتح الشوايا ياخد لون بالشكل الظريف ده اول ما يطلع بقى من الفرن رشة مياه خفيفة وده بقى سر الافران اللي بيحل البتي معانا يفضل طري لمدة عشر تيام كاملين نشرهم جوا الفريزر في كيس بلاستيك وبعد كده بقى نطلع بالطلب ونفكوا الاول وبعد كده نسخنوا التسخينة حفيفة في الفرن بيطلع معانا هش ومورق وطري جدا جدا وتعالوا نشوف بقى من جوا جميل قد ايه وطري وهش وزي العسل كده بقى خلصة الوصفة بتاعتنا ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك والفيديو وتشتركوا في القناة فعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسوش بقى كومنت جميل يشجعني واستنوا بقى وصفات المدارس في الفترة اللي جاية حاجات ومعجنات ضحفة جدا جدا انسي بقى صندوشات المدرسة القديمة وعمل لولادك حاجات حلوة تحياتي ليكم وبالفهانة وشوفكم دايما يا رب على خير ورهي